بداية عندما تقول روسيا أنها لم تستخدم بعد كامل قدراتها العسكرية ماذا تعني تحديدا بذلك؟ تعني أن وطيرة القصف حتى وإن رأيناها في الفترة الأخيرة بأنها زادت بعض الشيء خصوصا بعد العمل الإرهابي ضد جسد الكرن إلا أن حقيقة ماثلة أمام الجميع تقول بأن بالفعل روسيا لم تستخدم كل قوتها العسكرية كل إمكانياتها وقدراتها العسكرية ضد قييف والأمر الذي يجب أن نأخذ بالنا منه هو أن عدد مثلا مدنيين القتلى منذ بداية الحرب حتى الآن لا يمكن مقارنته بقصفة أو قصفين منها التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة من الكفاف أو في العراق أو في أي مناطق هذا الأمر الأمر الآخر حتى الآن تعمل شبكة السكك الحديدية الأوكرانية بشكل شبه كامل هذه الشبكة هي التي يتم من خلالها تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية ولكن لسبب ما أو لتوقيت ما يبدو أن روسيا حتى الآن لم تستخدم قوتها العسكرية الكاملة في تدبير شبكة السكك الحديدية هذه والتي إذا تم تدمرها ستكون أمر نوعي خطير جدا في قدرات أوكرانيا العسكرية وفي المادة العسكرية الغربي للقوات الأوكرانية وهذا أمر معظم لمن يتابع هذا الموقف دكتور عمرو ما نوع الأسلحة التي لم تستخدمها روسيا بعد وما التوقيت المنتظر لاستخدامها الحديث هنا ليس عن الأسلحة النووية الأسلحة النووية أمر بعيد جدا استخدامه لأسباب كثيرة جدا الأمر أو الأمور أو القدرات التي تتحدث عنها روسيا أو هذا التصريح اليوم هو يمكن أن يكون مكسوب به أن روسيا لم تستخدم خريطة الأهداف الموجودة لديها في عمليات القصف لأن الأهداف يعني عندما نظرنا في الأسبوع الأخيرة فقط عملية القصف لكيف وللبنة التحدية في كيف تم التأثير بشكل سلب واضح على العاصمة كيف ويمكن من خلال قصف مناطق معينة قصف أهداف معينة التأثير بشكل كبير على هذه المقدرة الأوكرانية والقدرات الأوكرانية والسكان الأوكرانيين وما إلى ذلك مسألة نوعية الأسلحة هذا أمر يبدو أنه غير واضح حتى على الأقل بالنسبة لي أنا لست متخصصا عسكريا ولكن الصغير قبل الكبير يعلم تماما دولة بحجم روسيا وصناعات عسكرية بحجم روسيا ليس في فترة الاتحاد الروسي ولكن منذ أيام الاتحاد السوفيتي حتى الآن هناك ترسانة من الأسلحة مهولة لا نعلم نهايتها وهذا أمر واضح للجميع لذلك هذه الترسانة الكبيرة المهولة منذ أيام الاتحاد السوفيتي وتحديثاتها في فترة الاتحاد الروسي أمر لم نصل حتى إلى ربع هذه الترسانة من الاستخدام كما هو واضح لنا نحن لسنا متخصين عسكريين ولكن كما هو واضح لنا هذه الترسانة لم تصل حتى إلى الربع من استخدامها ومن الموجود بالفعل في المخازن ومن النوعية ومن الأسلحة الكافية لماذا لم تستخدم في خرسون هذه اللغة التصعادية الروسية التي نسمعها اليوم تأتي بعد الانسحاب الروسي من خرسون والذي اعتبر نصرا لأوكرانيا وفي كل مرة تسجل أوكرانيا أو تعتبر أنها حققت أي نصر نشهد رد عنيف روسي بالمقابل ما المرتقب في هذه المرحلة من مسار الحرب تحديدا أنا بشكل مختصر عن خرسون هو تحرك تيكتيكي منورة بالقوات لا أقصر ولا أقل والعبرة بنهاية هذه المرحلة من العملية العسكرية التي يمكن أن تنتهي هذا الشتاء أو أن تنتهي في بداية الربيع القادم هذا هو المهم مسألة الرد هو هذا ليس عمل إرهابيا ضد جسد الكرم هذا ليس قصفا على الأراضي الروسية أو المدن القبلة الروسية ولكن مسألة الانسحاب الروسي كما ترى القيادة العسكرية أنها تحافظ على العتاد وتحافظ على الأفراد وهذا الأمر كان مطلوبا تيكتيكيا من أجل الحفاظ على القوات الروسية في هذه المنطقة أعود معك إلى مسار الحرب في هذا التوقيت الصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا نعم ولكن الأهداف حتى الآن وأنا ضربت نسال مهم جدا شبكة السكة الحددية الأوكرانية تعمل بشكل شبهي كامل يعني يمكن ضربه يمكن قصفها طبعا يمكن قصف مراكز القرارة الأوكراني يمكن قصفها هناك العديد من المناطق التي يمكن قصفها ولكن روسيا يبدو أنها تستخدم التوقيتات وتستخدم جدول عمليات القصف وجدول شدة وطيرة القصف من أجل الوصول إلى حلول ما من أجل محاولة التوصل إلى التفاهمات ما لا أقصر ولا أقل ولكن في نهاية الأمر وهذا الأمر هو الذي نسمعه كثيرا على ألسنة السياسيين والقادة الروس بأن أهداف العمليات العسكرية الروسية ستتحقق بلا أشك سواء بالمفاوضات أو بالعمليات العسكرية وهذا هو الأمر المهم الحرب لم تنتهي الحرب لم تنتهي ولكن العمليات العسكرية مستمرة ونتائج الانسحابات نتائج التقدمات هذه الأمور تحدث كثيرا في سير أي عمليات عسكرية العبرة ستكون بنهاية العمليات العسكرية وعندما يتم الاتفاق على شيء ما من سيكون مسيطرا على أراضي أكثر وهذا هو الطرف الذي سيكون منتصرا في نهاية الأمر دكتور عمرو أنتقل معك من الحرب العسكرية إلى حرب الحبوب يعني حرب الغذاء اتهامات لروسيا بتجويع العالم روسيا تقول أن مسألة تمديد الصفقة لم يتم حسمها بعد ما المنتظر لحسم هذه النقطة وتفادي مجاعة في العالم كله يبدو أن هذه التهمات غير صحيحة بمرة والدليل الواضح للجميع هو انسحاب روسيا من صفقة حبوب عندما تم مهاجمة الأسطول الروسي في سيفاستوبل وعودت روسيا السريعة جدا التي كانت مفاجئة لنا بشكل شخصي عودتها السريعة جدا إلى هذه الصفقة العودة السريعة لهذه الصفقة تؤكد أن روسيا لديها رغبة كبيرة في عدم وصول الأمور إلى مجاعة عالمية خصوصا وأن معظم أصدقاء روسيا في العالم هي دول فقيرة هي دول تحتاج للحبوب الأوكرانية والحبوب الروسية والأسميدة كذلك أيضا الدول الأصدقاء التي تعتبر بعض الشيء تمتلك علاقات بعض الشيء مع روسيا الدولة الروبية وخصوص فرنسا تريد أيضا أن تعتمد على الأمونية الروسية وتعتمد على المواد الخامة الروسية في إنتاج الأسميدة الأوروبية هذه الأمور العديدة تؤكد بأن روسيا بالفعل تريد استمرار هذه الصفقة ولكن بشروط معينة بشروط عدم استخدام الممرات الأمينة لكي يتم ترتيب هجومات أو هجوم على القوات الروسية في البحر الأسود أو في شبه الجزيرة القرن هناك أيضا نقطة مهمة جدا تؤكد على صدق النواية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ يومين على لسان أو على موقع بلومبيل بأن بعض القيادات الأمريكية أعطت تصريحات للشركات والبنوك الأمريكية بالتعامل مع شركات أسميدة وشركات مواد غزائية روسية هذا الأمر يؤكد أيضا أن هناك رغبة في عدم وصول الأمر أو عدم استخدام الحبوب والأسميدة من أجل أن تكون سلاحا في تجويع العالم وما ينزالك وأهم سبب في ذلك أن معظم الدول الأكثر احتياجا هي أصدقاء لروسيا لذلك روسيا لا تستطيع خسارة هذه الدول التي منظمها يتواجد في الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية والدولة والقرنة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر